عرف مسيري شركة الجميع للسيارات أن وجود أزمات في قطاع الزيوت سيؤثر على نشاطهم الرئيسي في السيارات لذلك عملوا بقوة لاستقطاب شركة شل الزيوت وبناء مصنع لها في السعودية لتفادي أي أزمة في الإمدادات المفيد خلف كل بلد عظيم صناعة وخلف كل صناعة أبطال وطنيون كان موضوع بعدها ما زلت أقول لكم متطلع فكر في شركة شل العالمية شركة شل هي الزيوت المحركات السيارات في ذاك الوقت كانت أساس بالنسبة له كانت موجودة أيضا نفس الفكر موجودة من موزعين وتيجي مختلفة وبعضها يجي مغشوش وبعضها ما يجي وتنقطع ويتعطل العمل إذا السيارة ما كان فيها فاستشهر بهذا الفكر فريق العمل اللي جابهم باللي هم أخذوا الخبرة أخذوا اللغة أهم شيء صار يوظفوا في هذا الأعمال وكان في بعض المدرة اللي من دول عربية اللي جوا معا في هذاك البدايات اللي كان يكلفهم بالسفر السفر البعيد ما كان هو الله يرحمه كان يسافر لكن ما يقدر يسافر لكثرة الأعمال والأشغال اللي كانت موجودة عنده فكان يكلفهم إلى أن وصلوا لشركة شل العالمية في ذاك الزمان وطلب أنه الوالد أنهم يحضرون منتجاتهم للمملكة ما كان ينظرون عدد السيارات الكافية أو إلى آخره إلى أن أقنعهم أشلهم عدد السيارات وعدد الاستهلاك وإلى آخره واقتنعت الشركة وأعطوه حق التوكيل في ذاك الوقت اللي هو حق استيرات فقط هلين تطورت العلاقة؟ تطورت العلاقة وبنى مصنع لزيوت شل في المملكة العربية السودية اشتركوا في القناة